أعطت اللجنة المالية البرلمانية الحكومة ممثلة بوزير المالية أنس الصالح أسبوعين للرد على مقترحين نيابيين بشأن تعديل الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ومنع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على المواطنين وإلغاء زيادة سعر البنزين المهلة الحكومية جاءت بدعوة دراسة دستورية الطلبين فيما أكد عدد من النواب بضرورة عدم إطلاق يد الحكومة في رفع سعر أي زيادة على أي سلعة دون الرجوع للمجلس ممثلة اللجنة المالية البرلمانية وزارة المالية أسبوعين لإعداد الردود الحكومية على اقتراحين بقانون بشأن تعديل الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ومنع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على المواطنين وإلقاء زيادة سعر البنزين وأوضحت مغرن اللجنة بصفاء الهاشم أن هذه المهلة جاءت بناء على طلب وزير المالية الذي رأى عدم دستورية هذه الاقتراحات المقدمة من النواب معالي الوزير قال أن الاقتراحين فيهم مخالفات قانونية ودستورية لذلك طلب مهل أسبوعين لإعداد الرد ويين فيهم خلالها بنانطراح لا باستمع لوزارة الكهرباء وباستمع للنفط وباستمع لمحافظة البنق المركزي لو يبي حتى مختار العدالية بنادي وفي السياق ذاته يكد عدد من النواب ضرورة عدم إطلاق يدي الحكومة برفع سعر أي سلعة دون الرجوع إلى المجلس مطالبينها في الوقت نفسه بإلقاء زيادات الأخيرة الخاصة بأسعار البنزين على الحكومة أن ترجع لمجلس الأمة وأخذ أي زيادة على أسعار سلع أو خدمات خصوصا إذا كانت هذه السلع والخدمات تخص حياة المواطن والمقيمة كل إنسان على هذه الأرض مباشرة وتمس حياته مباشرة لو نحط حلول ونوقف هذا الهدر ما رح تتلجح الحكومة بنتيجة ضيقة على المواطن سواء برفع سعر البنزين أو السلع أو إلى آخر لازم تكون في قيود تغييد الحكومة اليوم سلع البنزين ارتفع وما صار أي شيء على البنزين لذلك أنا مع قرار نكنسل هذا القانون أو هذا المقترح أو زيادة سلع البنزين من جهة أخرى أكد مغرر لجة حماية الأموال العامة البرلمانية عبدالوهاب البابطين بعد اجتماع اللجنة مع قيادين في الهيئة العامة للشؤون الزراعة أن هناك معلومات لا تزال غير واضحة بشأن منف الحيازات الزراعية وفي سياق آخر أشار النائب البابطين أنه يجري عداد الردود بشأن استضاحات الوزير الحمود حول الاستجواب وسيتم تسليمها بعد الانتهاء منها نسبة الاستضاحات الخاصة في الاستجواب هو حق للوزير أن يطلب استضاحات وواجب علينا أن نرد على هذه الاستضاحات الفريق الآن يعد هذه الردود بمجرد الانتهاء من هذه الردود سنزود لخ الوزير الفاضل من جهة أخرى أكشف رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية بعدنا سيد عبدالصمد وجود عدد من الملاحظات على الحساب الختمي لوزارة التربية والتعليم العالي من أهمها ضرورة الإصراع في إنشاء إدارة التدقيق الداخلي كما بيانت اللجنة قلقها من تراجع جودة مخرجات التعليم الكويتي وتذيولها للمراكز إضافة إلى أن الوزارة أصبحت تتوسع مؤخرا بالصرف على الدراسات والاستشارات التعليمية اجتماع اللجنة المالية البرلمانية مع الوزير أنس الصالح انتهى بطلب الحكومة لإسبوعين للرد على مقترحين لعدم يطلق يد الحكومة رفع سعر أي سلع إلى بالرجوع إلى المجلس الطلب الحكومي جاء بدعوى دراسة المقترحين لوجود شبهات دستورية حسب وصفها حامد النبهان من مجلس الأمة تلفزيول كوت